بسم الله الرحمن الرحيم بالرغم من أن عملية ترقيم الطراجات النارية بدأت لأكثر من 3 سنوات إلا أنه بالزفد الإخوان والأخوات ما وضحش عندهم هذه العملية لهذا سنجاوبكم في هذا الفيديو عن ما هي القوانين التي تفرض ترقيم الطراجات النارية وإين وكيف تتم هذه العملية والوتائق المطلوبة حسب تاريخه والاستعمال الطراجة والوتائق التي سنتسلمها من مراكز الفحص التقني القوانين التي تفرض عليها ترقيم دراجة النارية هي الجريدة الرسمية عدد 61-24 ووزارة الجهيز والنقل بناء على القانون 52-05 المتعلق بمدونة السير عبر الطرق وتتم عملية الترقيم بمراكز الفحص التقني التابع لمقر السقنة بإحضار الدراجة النارية والوتائق التالية بالنسبة للدراجات المستعملة قبل 20 مايو 2015 سواء كانت عادية أو تلاتية العجلات أو دراجة ربعية العجلات بمحرك تصريح بالشرف لصاحب الدراجة مصادق عليه نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ترخيص من طرف ولي أمر صاحب الدراجة اللي كان مازال موصد السن القانوني اللي هو 18 سنة مع نسخة من بطاقة التعريف ولي أمره مصادق عليها بطاقة الرمادية القديمة أو أوراق السوق أو ورقة الدونة مصرح فيها حجم أسطنات الدراجة في حالة لكانت الدراجة مستوردة من بعد ما كنت تحقق مركز الفحص تقني من الخصائص تقنية للدراجة المقدمة حسب البروتوكول الذي تضع الإدارة الحالة الأولى سعة أسطوانة الدراجة أصغر من أو يساوي 50 سم مكعب في هذه الحالة تسلمك إدارة مركز الفحص تقني شهادة ملكية مؤقتة مدة صلاحيتها 60 يوما قابلة للتجديد في انتظار إنجاز شهادة الملكية الأصلية وصفحة تسجيل من طرف الشركة المختصة في ذلك ومن بعد ما كنتوصل مركز الفحص تقني بشهادة الملكية الأصلية وصفائح تسجيل عليك بإحضار الطراجة النارية وبطاقة تعريفك الوطني لتسلمهما لكيكونوا على هذا الشكل والحالة الثانية إن شاء الله قد ينجوبوا على في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر